لنبدأ من الفيديو الذي نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس والذي يظهر التحام المقاومة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافها آليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوب القطاع لتعرض لنا حضرتك تفاصيل هذا الفيديو نلاحظ استهداف ناقلة الجند نمر بأحد أسلحة الميم دال إصابة مؤكدة ومن هنا من داخل أحد الأزقة في جرافة يتم استهدافها وكذلك إصابة مباشرة هذه طبيعة القتال الآن نشاهد تسديد بالياسين 105 على أحد الأهداف الهدف غير مشاهد هذه طبيعة القتال في المراطق المبنية داخل الأزقة هنا من لاحظ عبارة عربة مدرعة تستخدم لأغراض الإسناد الفني يتم استهدافها في إصابة مباشرة كذلك هنا من داخل أحد المباني استهداف الآلية مدرعة نلاحظ أن جميع المسافات قريبة التي يتم استهداف هذه الآليات هنا يتم التسديد على جرافة وكما لاحظنا أنه خلال الأسبوع الماضي استخدام كثيف للجرافات عادة يتم استهدافها بالتاندم من الجرافات هنا مجموعة من الجنود دخلوا إلى أحد المنازل عادة يتم استهدافهم بقذيفة التي بي جي تم إطلاق القذيفة من المسافة قريبة من أحد المباني المجاورة وهذه تحقق نسبة قتل عالية إذن تتكرر المشاهد من بداية الفيديو سيادة الواء هذا الفيديو يؤكد ما أعلنه الناطق باسم كتاب القسام اليوم أبو عبيدة من استهداف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة نحو 41 آلية عسكرية للاحتلال لو تعلق على هذه النقطة هو ذكر أنه خلال آخر 72 ساعة 41 آلية عسكرية وما مجموعة تأكيد قتل 25 ضابط وجندي وجرح العشرات خلال هذا اليوم أنا تابعت العمليات منذ الصباح رصدت 26 آلية هذا اليوم وعدد الجنود الذين تم التصريع عنهم من قبل كتاب القسام وسرايا القدس الجنود تقريبا والضباط بين 40 إلى 50 جندي بين قتل وجريح رح أذكر العدد ونتحدث عن المناطق في منطقة جبالية في منطقة الشرق جبالية تم قنص جندي باستخدام بندوقية الغول وكذلك ثلاث دبابات وجرافة في منطقة جبالية تم استهدافهم بالإضافة إلى ثمن أفراد تم إيقاعهم بين قتل وجريح في منطقة السراية تم استهداف مجموعة من الجنود تم تأكيد قتل أربع جنود وإيقاع بقية الجنود جرحة وفي منطقة حي الدرج ونلاحظ كله في قلب مدينة غزة العمليات اليوم كثيفة جدا في قلب مدينة غزة تم استهداف 12 جندي داخل مبنى والمعلومات تؤكد قتل معظمهم والبقية جرحة بجراحهم بليغة كذلك تم استهداف دبابتين وجرافة في منطقة الدرج في منطقة الصبرى وتل الهوى اليوم تم استهداف ثمن آليات في الزيتون دبابة واثنين جرافة في منطقة الشيخ رضوان تم استهداف آلية عسكرية يوجد فيها سبع جنود بالياسين 105 ومن المؤكد أنه تم قتل معظمهم في منطقة خان يونس تفخيخ وتفجير أحد الأنفاق وتم إيقاع نسبة قتل عالية في هؤلاء الغزاء وكذلك تدمير ست دبابات وناقلة تدمير كل أو جزء باستخدام الياسين 105 وعبوة شواض في منطقة رفح الحديث كان اليوم أنه يوجد قصف شديد على منطقة المستشفى الكويتي الآن نتحدث عن العمليات بشكل عام أنا حبيت أذكر الأرقام نتحدث كنا عن 41 آلية خلال آخر 72 ساعة واليوم 26 آلية العداد فيه تزايد لأنه الآن القتال متلاحم والقتال عنيف ضمن المناطق المبنية القوات الإسرائيلية الآن تحاول أن تستغل الوقت تقوم بالتوغل بقوة كبيرة جدا في جميع المحاور لذلك الخسائر ازدادت عندهم الجيش الإسرائيلي صرح أنه خلال آخر 24 ساعة كان عنده 29 إصابة 11 قتيل أربعة منهم من قوات النخبة الآن العمليات في منطقة جباليا ذكر الجيش الإسرائيلي بأنه قام بتفكيك الكتيبة المعنية ضمن منطق المسؤولية في جباليا وقد يكون توغل ضمن فائض القوة الموجود قد يكون حقيقة أنه توغل ضمن المنطقة لكن هذا لا يعني بأنه قام بالسيطرة هنا أود أن أشير بأن عمليات عندما نقول دخل سيطرة لم يسيطر في البداية دائما أي عملية يجب أن يكون هناك قصف تمهيدي نحن اليوم في اليوم 75 من هذا الغزو الدموي وما زال هناك أحزم نارية وقصف والقصف ابتدى في اليوم الأول الآن بعد القصف التمهيدي والنيران المدفعية أو بالمدفعية الساحلية أو بسلاح الجو وقد تستغرق بعض المناطق أيام عديدة من القصف التمهيدي يتم عزل المنطقة وتطويقها بعد العزل والتطويق تقوم الوحدات المدرعة والآلية بالتوغل ضمن المنطقة بعد التوغل ضمن المنطقة تتم عملية محاولة احتلالها والسيطرة عليها وقد يكون هناك سيطرة وهذا ما يتم الآن في معظم محاور القتال يكون هناك سيطرة جزئية أحيانا تكون السيطرة بالقوات على الأرض فعليا يعني تكون القوة توصل إلى المنطقة المعينة لكن أحيانا قد تكون تبعد عنها إلى الخلف واحد كيلومتر وهي تسيطر عليها بالنيران لكن ماذا بعد السيطرة يجب أن يكون هناك القتال في المناطق المبنية التطهير لا تستطيع القوات الإسرائيلية أن تقول أنها سيطرت إلا إذا قامت في عمليات التطهير التطهير يجب على الجنود أن يخرجوا من آلياتهم ويقوموا بالتطهير من منزل إلى آخر والتأكد بأنه لا يوجد أي مقاتلين وإن كان هناك أنفاق يجب أن يتم التعامل معها لاحظنا أنه خلال اليومين الماضيين اليوم كان فيه تفجير لفتحة نفق في منطقة خان يونس وتم إيقاع الغزاة بين قتيل وجريح لذلك هذه الخمس مراحل التي ذكرتها وأحبها مرة ثانية وهو القصف التمهيدي العزل والتطويق ومن ثم التوغل ثم السيطرة ومن ثم التطهير هذا قد يأخذ وقت طويل جدا الآن نحن نلاحظ أنه يعني عدد القوات التي تم زج بها كبير جدا ولا تستطيع قوات القسام أو فصائل سراي القدس أن تتصدى لهذا التقدم الجارف من القوات الآن نحن نتحدث عن رجال القسام مجموعات صغيرة لا يوجد لديهم آليات لا يوجد لديهم تحصينات لا يوجد لديهم يعني سلاح جو لدفاع جوي لذلك هم يعني يقتنص الفرص المناسبة لمباغتة هذا العدو القتال يتم بين الحين والآخر لذلك إحنا من لاحظ القوات الإسرائيلية الآن أصبحت تتوغل في العديد من المواقع بسلوب تمهد للمرحلة القادمة وعندما أتحدث عن المرحلة القادمة أود أن أشير إلى النقطة الأولى النقطة الأولى الآن تجري المفاوضات بما يتعلق في صفقة لتبادل الأسرة الآن فيه هناك فجوة كبيرة ما بين ما تقدم القوات الإسرائيلية أو ما تقدم الإسرائيل وما يمكن أن توافق عليه المقاومة الآن حماس تقول الكل مقابل الكل تبيض السجون والإسرائيليين الآن بقولوا 40 مقابل 120 وعلى أن يكون التوقف القتال مثلا لمدة أسبوع وهنا يعني لا بد للإسرائيليين أن يحتصلوا على مكاسب لتكون على طاولة المفاوضات حتى يتم تقريب وجهات النظر لذلك ابتداء من المنطقة الشمالية يعني نحن نتحدث الآن طول القطاع 41 كيلومتر لكن طول القطاع إذا من أخذ الحدود كاملة نتحرك لأننا الآن القوات الإسرائيلية حتى تسيطر وتطهر المناطق يجب أن تكون ضمن ماشي مع الطرق نعم إحنا مع الحد كامل تقريبا طول الحدود من أقصى الشمال حتى الحدود المصرية نتحدث إحنا عن 51 كيلومتر طولي الآن 51 كيلومتر طولي المنطقة الشمالية من بيت لاهيا لبيت حانون هذه دخلت القوات الإسرائيلية من اليوم الأول يعني بـ 27 أكتوبر كان هناك توغل ضمن تلك المنطقة وحصل سيطرة لأن المنطقة الشمالية معظمها مناطق مفتوحة ومناطق زراعية ومن السهولة أن يتم السيطرة عليها ولا يوجد فيها عملية التطهير سهلة جدا ويمكن أن يتم السيطرة عليها بالنار بسهولة أما المنطقة من بيت حانون عندما نتحرك إلى المنطقة جنوبا هنا يعني هذا التوغل في العديد من المواقع منطقة تقريبا شجاعية قلب مدينة غزة يوجد توغل تقريبا قريب من واحد كيلومتر لكن ما تم تطهير ما تم تطهير الآن يعني يحاولوا أن يقوموا بالتطهير لذلك هناك نلاحظ الزيادة المضطردة في أعداد الخسائر سوى كان بالتدمير الكلي أو التدمير الجزئي أو أعداد القتلى وهنا أود أن أشير حتى الآن نلاحظ لغة الخطاب من هذا العدو الصيوني الغاصب أنه أصبح يعني يصرح عن أعداد أعلى مما كانت عليه الوتيرة سابقا لكن حقيقة الأعداد التي يعلنها العدو الإسرائيلي هي لا تمثل الواقع الحقيقي يعني لما نتحدث نقول آخر 72 ساعة 41 آلية واليوم مؤكد 26 آلية لا يمكن أن تكون هذه الأعداد التي يذكرها صحيحة لذلك الآن ما يتم محاولة أن يعني الحصول على منطقة بعرض على لا تقل عن واحد كيلو طول الحدود من المنطقة الشمالية حتى نصل إلى الحدود المصرية لماذا؟ حتى يكون في المرحلة القادمة عندما يتحدثوا عن المرحلة الرابعة من العمليات المرحلة الرابعة تحدثوا عنها من أكثر من أسبوعين ثلاث أسابيع أنه سيكون هناك مرحلة أخفوا حدة وأقلوا كثافة الآن عملية القتل اللي بتصير للمدنيين هي يعني يندلها الجبين اليوم تم إعدام ثلاثة عشر فردا من أسرة واحدة تم إعدامهم أمام الأطفال وأمام السيدات بأسلوب وحشي بأسلوب دموي لا يعني لا يمكن أن يتقبله العقل البشري لذلك الآن هم يحاولوا أن يحتلوا كما ذكرنا مساحة لتكون عبارة عن منطقة أمنية لفرض واقع أمني سياسي وعسكري مستقبلا حتى تكون القوات الإسرائيلية تمهد للمرحلة الرابعة الأقل حدة والأخف كثافة كيف؟ نعم فقط اسمح لي سيدة الواء أن نوضح هذه المنطقة التي يهدف الاحتلال إلى جعلها منطقة عازلة حضرتك ذكرت أنها من أقصى شمال قطاع غزة مع الخط الفاصل ما بين القطاع وما بين منطقة غلاف غزة نعم صحيح؟ نعم بالإضافة للمناطق التي استطاع أن يتوغل بها داخل القطاع نعم يعني المنطقة اللي لم نيجي إحنا من منطقة بيت لاهية على شارع الرشيد حتى شارع العشرة عنده سيطرة حقيقة في المنطقة هذه لما من يجي إلى شارع الخمسة ما بين شارع الرشيد وشارع صلاح الدين عنده سيطرة وقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الميدانية متواجدة في تلك المنطقة الآن هذه المنطقة ستكون القوات الإسرائيلية في المرحلة الرابعة متواجدة فيها بتكون محتلة أرض وتقوم بتجهيز مواقع دفاعية سواتر ترابية تقوم بتطهير هذه المنطقة الأمنية ومن ثم ستكون العمليات عمليات سيرجيكال أوبريشن عمليات جراحية منتخبة الآن سيتم محاصرة القطاع هذا أنا وجد نظري لماذا يهدف إليه الإسرائيليين وهذه من الدروس التي استفادوها من خلال العمليات خلال الأيام الماضية وهذا ما نصحوه بهم الأمريكان من خلال تجاربهم في العراق وتجاربهم في أفغانستان وكان هناك العديد من النصائح لكن الإسرائيليين كانوا يعاندوا ولكن الآن هم قد يكونوا سمع النصيحة وقد يلجوا إلى هذا الحل الآن ستكون القوات متواجدة ضمن تلك المناطق في حال وجود معلومات استخبارية مؤكدة سيكون هناك قصف جوي وقصف مدفعي وقصف بحري وستكون العمليات نوعية محدودة قد تكون عمليات اغتيال قد تكون عمليات قتل قد تكون عمليات قوات خاصة لتقليل الخسائر بالنسبة لهم عملية التطويق للقطاع على طول المنطقة الحدودية لو الزملاء يعطون الخريطة العامة بدون الدخول إلى المناطق بهذا الشكل الخريطة العامة التي تظهر حدود القطاع حتى نعم الآن من منطقة من الحدود البحر المتوسط عند بيت لاهية إلى بيت حانون ننزل جنوبا حتى الحدود المصرية عند معبر كرم أبو سالم حتى مدينة رفاح هذه المنطقة يحاول أن يكون هناك يعني منطقة أمنية تتمركز فيها القوات الآن ستقوم القوات الإسرائيلية بآلية للتطويق وحصار القطاع والقوات متواجدة ذكرنا عدة مرات سابقا أنه قدرة إسرائيل على الاستمرار بالتحمل بالخسائر مقابل قدرة أبطال المقاومة على الاستمرار في الصمود وهنا بتتحدد مين اللي رح يكون يعني يحقق الفوز أو تلحقه الخسارة باعتقادي أنه بهذا الأسلوب القوات الإسرائيلية قادرة على أن تقوم بالاستمرار بمحاصرة القطاع إلى فترة زمنية طويلة وذكر نتنياهو عدة مرات بأنه سيكون هناك مناطق أمنية وستكون مسؤولية الجيش الإسرائيلي في سيطرة على تلك المناطق الأمنية الآن ليس فقط خارج حدود القطاع إنما تقسيم القطاع وذكرنا هذا عدة مرات سابقا تقسيم القطاع قبل مسألة التقسيم فقط لنوضح أن الاحتلال يهدف إلى تطويق القطاع من ناحية البحر المتوسط من ناحية الشمال وأيضا شرقا نزولا إلى الحدود المصرية بما يشكل ما نقول عنه مربع ناقص ضلع لأن الضلع الأخير سيكون الحدود المصرية مع غزة بهذا الشكل؟ هو حاول يعني ذكرنا في محور فلدلفيا أو محور صلاح الدين اللي هو بين مدينة رفح وبين الحدود المصرية قام بعمليات عسكرية ويحاول التوغل لفصل هذه المنطقة على الحدود لذلك هو راح يكون مسيطر على الحدود الشمالية الحدود الشرقية الحدود الجنوبية والحد الساحلي لذلك بالإضافة إلى المناطق التي قام بالتوغل بها داخل القطاع وتقسيم هذا القطاع إلى عدة مناطق لسهولة السيطرة الآن هذا يمهد إلى أنه يستمر في عمليات التطهير لكن على وطيرة أقل ما راح يقحم قواته في عمليات داخل المناطق المبنية لأنه ستلحق به خسائر الآن ماذا عمل وماذا يعمل الآن؟ هو في القصف المدفعي وبالأحزم النارية وبتدمير كل أساسيات الحياة في منطقة القطاع بشكل عام بتركيز على المنطقة الشمالية من وادي غزة شمال يعني بجزء أكثر من 50-60% من المنازل سويت بالأرض منطقة الشجاعية طولها 2.5 كيلو تقريبا المنطقة الشرقية بعمق 1 كيلو سويت جميع المنازل والمباني بالأرض دمر المستشفيات دمر المنشآت الخدمية لم يبقي شيء أصبحت غزة غير قابلة للسكن لذلك هذا أحد الأهداف الهدف الثاني اللي هي حرب تطهير حرب إبادة وعملية لتهجير السكان يوجد العديد من المعلومات تشير أنه يمكن أن تم إبرام صفقة أن يعود السكان إلى المنطقة الشمالية لكن هذه تثير علامات استفهام كثيرة والهدف أنا ذكرت أنه فيه أهداف استراتيجي لهذه الحرب لكن فيه هدن أجندة موجودة بينه بين الولايات المتحدة الهدف هو تهجير السكان من قطاع غزة وهذا يعني إحنا شاهدناه جميعا أنه دائما يقول هناك مناطق آمنة ويعني الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بيقول لا يوجد ما يشير بأن إسرائيل تقوم بمهاجمة المدنيين نعم ويوميا هناك العديد من المذابح يقتل الشيوخ والرجال والأطفال بدم بارد ويقول لا يوجد ما يشير إلى ذلك لذلك هي عمليات ممنهجة عمليات قتل يندى لها الجبين في ظل صمت من المجتمع الدولي يوجد هنا وهناك بعض الأصوات التي تنادي لكن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة أخذ طرف هذا الخيط منك سيادة اللواء ونتحدث عن المقاومة ومدى استعدادها لهذه المواجهات ولهذه الخطط من قبل الاحتلال قبل قليل نشرت أيضا المقاومة فيديو بعنوان صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم هذه مشاهد لكيفية صناعة الأسلحة والذخائر التي تستخدمها المقاومة في قتالها مع الاحتلال يا سيدي أنا ذكرت سابقا أن حركات التحرر لا تهزم وذكرت في ظل هذا الكلام بما يتعلق في ترسانة الأسلحة الموجودة لدى أبطال القسام بأن ورش والمعامل لو تسمح لنا سيدة اللواء قبل أن تعلق لنا على هذا الفيديو سنعرضه بالصوت والصورة ونتابعه ومن ثم نعود للتعليق عليه اشتركوا في القناة 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 وهذا شيء يبعث على الاعتزاز والفخر في هؤلاء الأبطال في ظل هذا الحصار تمكنوا أن يصنعوا شيء من لا شيء الآن ذكرت أنا سابقا أن الورش خلال العمليات منذ السابع من أكتوبر هي عاملة داخل شبكات الأنفاق لكن هذا سر من أسرار هذه الحرب ما هو المتبقي؟ ما هي كمية الإنتاج؟ ما هي نسبة التدمير التي لحقت في هذه الورش أو في هذه من شبكات الأنفاق؟ نحن نتحدث عن كميات هائلة جدا من القنابل والمغذوفات والقنابل الموجهة والغير موجهة وزنة الألف كيلو والخمسمائة كيلو التي ألقيت على قطاع غزة ما ألقي على هذا القطاع هو الأكبر بالتاريخ بالنسبة إلى مساحة القطاع لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا ما زال لديهم من القوى قادرين في الاستمرار بالتصدي لكن قتال حرب العصابات لن تكون العملية سهلة على العدو الإسرائيلي الدموي سيتم يقاع المزيد من الخسائر بهذا العدو الغازي ونسألهم تعالى لهم التوفيق نشر هذا الفيديو في هذا التوقيت ربما هو رسالة تبين أن المقاومة لا تزال تحتفظ بقواتها يا سيد مبارح لما أطلقوا الرشقات الصاروخية لمسافة تزيد عن 70 كيلو إلى تل أبيب كانت كما ذكرنا رسالة سياسية ورسالة عسكرية وهي مؤثرة على المعنويات سوى كان للمقاتلين من عصابات القتل الإسرائيلية أو على القطعان من هذا المجتمع الإسرائيلي الإسرائيليين كلياتهم عبارة عن عصابات قتل بندقية الشهيد عدن الغول نختم بها سيدة اللواء كيف تقيم هذه البندقية وكفائتها والذخيرة المستخدمة فيها الذخيرة هي 14.15 مليمتر هذه البندقية ذات الصبطانة طويلة الصبطانة وكلما كانت الصبطانة أطول يكون المدى أطول تستطيع أن تكون مؤثرة حتى مسافة 2 كيلو متر لكن باعتقادي هو يتم التزديد لمسافات أقل من ذلك هي عليها منظار دقة إصابة تعالية من خلال مشاهدتنا للقطات التي تم بثها في العديد من الأيام الماضية كان هناك استهداف لبعض من الجنود واستهداف لبعض من القناصة وأثبتت الجدوى هذا المغذوف 14.5 مليمتر عندما يكون الرامي ماهر وعادة في كل الجيوش عند القسام أو في سرايا القدس القناصة تكون هي عملية اختصاص كل جندي مدرب على عملية التسديد والرماية لكن عملية القنص تحتاج إلى فرق خاصة وعندما ذكرنا وهذا ليس بسر لأنه موجود على الميديا ذكرنا التنظيم أن الكتائب كيف مقسمة إلى السرايا والسرايا إلى فصائل وفصائل المجموعات والمجموعات إلى زمر وكل زمر يوجد من ضمنها ضمن التشكيل لفصائل المقاومة يوجد هناك بندقية طول ضمن التشكيل الموجود في القتال في المجموعات الصغيرة يتم استخدامها لقنص هؤلاء الغزاة ترجمة نانسي قنقر